موسيقى الحمد لله احنا محافظين على ان ما في فيديو سابت كل خميس ممكن فيديو زيادة او اثنين مثلا في نص الاسبوع بس السابت معانا يوم الخميس ده من بداية الدراسة واحنا سابتين على كده هل ده كويس؟ انا محتاج رأيك في النظري هل ده كويس؟ من فترة كان عندي كالكعش في الشهر فكان اخد وقت جميل جدا وكان مضيعة لحاجات كتير جدا وموقع مني حاجات مهمة جدا من اللي انا بعملها للمزاجي من الحاجات المهمة جدا اللي وقعت مني واصلت على تأسير سالبي لما وقعت الرياضة ان انا ألعب رياضة سواء جم سواء ماشية او جارية او ما شابه يعني مش هكلمك عن فايدة الرياضة لان ده مش موضوع انا فجدت في مرة قلت لأ يعني لأ ظبط العمل وانزل الجم وروح يلعب وعمل اللي انت كنت تتعملوه وعيش حياتك فراحت مرة اتنين التالتة الشغل راح ساحبني تاني وقمت لاجع تاني للدوامية قدني يا بصد تاني وعدت فترة بايضة فجدت في مرة قلت هانزل تاني بس التجربة الاولانية اللي انا نزلت فيها وخبطت فيها دي تقاليتني اكتر فقلت ان انا احفز نفسي بايه باني انزل لنفسي صورة لمدة 30 يوم في الجم احس انها فرقة معي ان انا بكل يوم بشوف الصورة بتاعت مبارح فبتحمسني ان انا انزل النهاردة فبتحمسني اكتر ان انا ظبط وقتي علشان انا عندي النهاردة حاجة يعني ان شاء الله مش هينفي هرجع فيها اطلاقا ان شاء الله انتزم لغاية اليوم التلاتين ولو تزمت اليوم التلاتين بعد كده هتلاقي الدنيا مش هت يعني زي ما كلمنا بلكنا عن الانجاز والانجاز بيجيب انجاز وحاجات كده انا بعد كده ان شاء الله وانا بقلب في الاستجرام بتاعي هلاقي ان انا كان فيه صور وانا في الجيم وكاتب جبها ارقام فهفتكر ان انا كنت اعمل حاجة كويسة هفتكر ان انا كنت محمس نفسي بحاجة فممكن اكون وقتها برضو مشغول في حاجة ووقعت عن ممارسة حاجة كويسة فتحفزني ان انا ركع تاني لذلك انا بقول لك دايما خلي كل حاجة بتعملها في حياتك لدماغك المهم انها بتكون حافز لي ان انا لما برجع لها بتحفزني دلوقتي ليه لان ده نفس الشخص اللي هو الوقدي لكن انك تركب ترندات وانك تشوف الناس عاوزة ايه وتعملوا وانك تبقى زي الناس وخلاص فلما تقلب هتلاقي اشخاص تانية غيرك انت اكاونت بتاعك ده اكاونت شخصي فيكون بتاعك انت بحيث ان انت لما ترجع فيه تلاقي ايوة انا كنت بعمل كذا فده هي يفرق معاك في اللي جاي في حاجة تاني برضو عايز اخد رأيك فيها هي ان انا يعني ايه كنت كل فترة بعمل صورة بسيطة زي دي ان انا ببسط يعني ايه الرسمة وكده هل ده كويس ان انا بتزم بيها وتبقى بتفرق فعلا ولا هي مجرد صورة بسه جد في مرة ان عندي ده من زمن اللي هو مش عارف اسم ايه بس هو اللي بيستخدمه في الرسم تقريبا بيحدده بيه الاوضاع بتاعة الجسم اللي هو انا مثلا عايز ارسم حد ماشي وهم عاملوا في وضع الماشي تقريبا يعني بس مش عارف ان انا حاولت ان انا عملت بيه حاجات بس ما ما زبطش معي خالص مش عارف يعني هلو طريقة ولو وظيفة تانية غير دي مش عارف صراحة فليعرف يولي مثلا في وضع الماشي تمام وبتحرك برضه ايه من وسطه كده ورقابته كمان بس حركته مش كاملة قوي يعني 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 مثلا معرفش اعمل معرفش ايه اجيب مثلا دراعه ايه اتنى كوعه قوي معرفش فيه سوست هنا كده مش عارف يعني اخره مثلا كده معرفش هل هو بيبقى كده اصلا ولا ده مثلا مش اصلي ولا فانا جد في مرة عملت وضع معين فهمت رسم عليه فشايرته على الانستجرام فالناس كتير قوي سألت ايه ده وبيعمل ايه ووظفته ايه وكده فده خلاني ان انا برضه اهتم شوية وحاول انها سرش معاك فتعالا كده نجرب على يوتيوب مسلا ونكتب في السرش مجسم خشبي للرسم مسلا هو جاب لنا فيديوهات عنه شوف اده احنا يعني بندور يعني لما تيجي مسلا بتحتاج حاجة اسأل جوجل هالرأي اللي بيقول يعني مش فاكر مين اللي هالي بقى سأل جوجل اول تريد ما نحمر بوزيد كلمة فالمهم ان انت ايه لقيت حاجة عايز تعرف انا ادخل على اليوتيوب ودور واشوف الدنيا بقى فاقي علشان ما تعطلش نفسك وما تستناش ولو استنيت هاتين ساقصة انت قطب ودور على ايه فخلينا بقى ايه الفترة اللي جاية دي ندور فيه ونشوف بيتعمل بي ايه ولو وصلنا لحاجة ممكن نتكلم فيها ممكن نعمله فيديو ونتكلم فيه في حاجة كمان محتاج اخد رأيك فيها ان احنا زي ما قلنا ان احنا ملتزمين بفيديو كل خميس ايه رأيك لو عملنا زي ديلي سكتش مثلا يبقى كل يوم سكتش فيديو صغير سكتشات سريعة بحيس ان احنا نراجع اللي فات ولو انت مثلا بتمشي ايدك معنا ممكن داي فيدك ولا ايه معرفش بس انا من نسبالي هيبقى حلوة ان انا هاخد لياقة تصوير الفيديو اكتر وهتمرن يعني انا كده كده بعمل سكتشات كل يوم فانا بقول ان انا شاركها معك يعني ان انا ايه لو انا عملتها فيديو كل يوم هل ده يبقى كويس ليك اه هل ادلك اقترحت في الموضوع ده اه حاجة كمان كان في حد اقترح اه ان احنا نعمل جروب على فيسبوك كمسلا بحيس ان الناس اللي بتتمرن معنا او كلنا واحنا بنتمرن اه بنتقبل فيه بنعرض شغلنا على بعض بنشوف الدنيا بفاقي ايه بس انا انا لها تجرب سيئة مع الجروبات بصراحة بس انا مش عارف يعني امكان انا مش عارف عنها كويس او مش عارف عنها كتير فممكن ده اللي مخليني مش اه مش متحمس لها انا على مستوى الشخصي بس لو هيفيد الناس وهيفيد الناس بشكل اكتر بحيس ان احنا متواصلين بشكل اسهل انا كنت عمل ده على صفحتي بس واضح ان هي على صفحتي الموضوع صعب او الناس كلها عايزة تشوف شغل بعض او حسب يعني عندك خيارين يعني سواء ان على صفحتي انا تواصل معا في اي وقت او ان احنا نعمل جروب يعني او تشوف انا من ايه انا يعني انا بقولك اللي في دماغي انا مش مكرر حاجة او مش في دماغي حاجة فشوف ممكن نستفد من حاجة زي كده ازاي وانا تواصل فيها وانا هبقى مش الادمن بقى والحاجات دي لانا انا مليش في الكلام ده خالص فشوف ممكن نعملها ازاي ودي نقتراحك اليوم خلص فعلا النهاردة عندي 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 مشوير كتير جدا واضطر راح كزا مشوير دلوقتي بقى المفروض ان انا راح اجبت وانا مكسر جدا ووراها حاجات كتير جدا بس مش هينفع اخلف مش هحلس من تفعين يعني